في يونيو عام 1888 قرأ فان جوخ رواية السيدة اقوان بزعم اليابان كتبها بير لوتي الشهير والغزير الانتاج اثرت وصفة لفتاة يابانية شبة ما يسمى مز على الفنام واعطى هذه الصورة لفتاة اورلسين اسماني يابانيا نماثلا خلقت روياتي واوصاف لوتي عن زياراتها لليابنا فان كوخ صورة كاذبة للشرق الاقصى لما يظهر لوتي سوى صورة صغيرة عن لحياتي وللثقافة ليابانية والتي لما تطلع عليها للسياحة الغربيون الى بسبب غرائزهم للشرقية واستكشافهم والتي تحولت بدورها الى رفاهية او بدئية يبدو انافان جوخ وهو سائح هولندي في بروفانس لا يفهم سوى القليل عن الحياة والناس استسلم للبهجة السطحية التي كان ينظر اليها على انها شيء رائع وغير عادي ومختلف وبدون تردد اعطت الفتاة الاريلية المحلية شخصية شرقية في 29 يوليو 1888 كتب فان جوخ الى الاخ الاصغر ليثيو وهو تاجر ثني في معرض باريس اذا كنت عرف من هو المسم فكتبتي واحدة فقط اخذتني اسدوعا كاملا كان علي تخزين الطاقة العقلية لكتابة مسمي جيدا كان المصدر الادبي لفان هو رواية شعبية من تلك الفترة التي عكست فيها قصة حب فرنسية مع فتاة يابانية العاطفة الفرنسية للثقافة اليابانية ترجمة نانسي قنقرا